الآن مشاهدين الكرام يتابع الشاق السحرة المسريرة حول العالم مباراة الأهلي وريا المدريد في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم أصبح ماركو أسانسيو أحد الثلاعب في ريا المدريد يغيب عن مباراة الأهلي والتي تقام في الرباط بعد إصابته في عضلات الفخد الخلفية وطلق المدرب كارلو أنشلوتي نبأ بأن حارس المرمى تيبو كورتواغ لن يتعافى من إصابة في الفخد هو الآخر كما بقي المهاجمان كاريم بنزيمة وإيدن هازرد والمدافعون إيدار ميليتا ولوكاس فاسكيز وفيرلان ماند في مدريد للعلاق للغياب عن مواجهة بطل مصر سيلتقي الفائز من مباراة ريا المدريد والأهلي مع الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية للمزيد من المتابعة والتحليل نضم إلينا مباشرة الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري أحمد مساء الخير وأهلا بك زميلي العزيز لو تطلعنا بعد نتائج مباراة الشوط الأول والتي كان الفريقان والحماس هو سيد الموقف ما الذي شاهدته ورصدته بكامرات التلفزيون المصري بالفعل مصطفى تحية لك أجواء حماسية منذ انطلاق الدقيقة الأولى للمباراة بين الأهلي وفريق ريال مدريد الإسباني في التاسع مساء ولكن تمكن فريق ريال مدريد في الدقيقة الثانية والأربعين من إحراز هدف في شباك النادي الأهلي والذي يقف في مرمى الكابتن الشناوي تمكن من إحراز هدف ولكن النادي الأهلي يمكنه أيضا أن يتمكن في الشوط الثاني من استعادة منصب مرة أخرى وأن يحرز هدف في شباك ريال مدريد الآن نحن في الوقت أو في منتصف المباراة بعد انتهى الشوط الأول وربع الساعة ويبدأ الشوط الثاني لهذه المباراة التي تقام في المغرب في بطولة كأس العالم للأندية تحديدا في استاد مولاي عبد الله في المغرب وإذا تحدثنا عن النادي الأهلي فهذه هي المرة السابعة التي يشارك فيها نادي الأهلي المصري في هذه البطولة العالمية وتمكن سابقا من إحراز المركز الثالث في هذه البطولة بداية مصطفى الفريقين بدأ المباراة اليوم بهدوء وكان للأهلي أيضا فرص كثيرة وكان يعتمد على الهجمات المرتدة وكان يمكن إحراز أهداف في عدة مرات يمكن أن يحلفوا الحظ في الشوط الثاني الذي سوف يبدأ بعد ربع ساعة من الآن وذلك بعد انتاء الشوط الأول منذ لحظات نحن الآن نتحدث عن النتيجة أو انتاء الشوط الأول بين الأهلي وريال مدريد بنتيجة واحد صفر لصالح ريال مدريد بعد أن أحرز هدف التفاوق في الضقيقة الثانية والأربعين الجماهير المصرية وجماهير النادي الأهلي المصري تتركب هذه المباراة عن كتب وكل دعاء لفريق الأهلي المصري بالفوز وبالطبع من سيفوز في هذه المباراة سوف يواجه فريق الهلال السعودي فربما يكون نهاء هذه المباراة عربية ما بين مصر والسعودية فريق الهلال السعودي والأهلي المصري شكراً وكل الشكر زميلي أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري كنت معنا تعليقاً على هذه المباراة الهامة بين ريال مدريد والأهلي المصري